موسيقى والمنبور بقى كده نروسه حواليها مش هتاكله عند بحة تاني ابدا ابدا تيجو تاكلوا عندي زيكم عاملين ايه هنعمل النهاردة بقى وصف حلو قوي وصف فطر اول يوم العيد هنعمل صنية حلوية المدبح لا تقولولي بقى بحة ولا حبايب السيدة ولا اي حد الصنية بتاعتنا النهاردة بص هتقطع على اي حد بسم الله الرحمن الرحيم سجوء ليه متقطعش رايح طولية كده زي كبدة بالزبط كبدة داني كلاوي والمفروض كمان كان فيه قلب بستقريبا نسيته عند الجزار فاحنا النهاردة هنعملها بسجوء ولية وكبدة وكلاوي ومنبار كمان المنبار عملتوا معيكو برضو وطحفة وحطتلكو برضو اللينك بتاعه البصلتين صغيرين جوليان شوية زيت حلوين معلقة كبيرة خل معلقتين كبار عصير لمون او عصير لمونة كاملة التوابل بقى بتاعتها ارفة فلفل اسود ملح بغارات لحمة وفصين طومة فرومين وطبعا طبعا طالما قلنا اكلة الملبح دي بقى لازم يكون فيها فلفل حرق فلفل حرق اخضر واحمر بصوا بقى حاجة مهمة قوي وانتو بتعملوا الوصفة دي لازم بتعملوا صانية كبيرة جدا حتى انتو لو تاخدوا بالكم لو كالتوا في محل من محلات بره او في شارع بتلاقوا حتى لو اللي قدامه مش كتير صانية كبيرة ليه بقى عشان انا عايزة كل حاجة تنزل تتصدم لوحدها مش عايزها تجيب مياه خالص يعني حتى لو كمية اقل من كده كل ما تستعملوا صانية كبيرة كل ما نتيجة تطلع احلى حتى بره يعني بيشتغلوا برضه بنفس التكنيج كده بتسخن على النار تبقى سخنة نار اضيفوا الزيت حبت زيت حلوين كده ما تستقسروش اضيفها على طول بعد الزيت الليه خليها تاخد تقليبتين برضه بواحدها كده الاول خليها تاخد تطلع ايه خليبتها شوية في الزيت هنزل بقى اول حاجة بالكلاوي ولو كان في قلب موجود القلب بينزل بعد الكلاوي على طول يعني بشوح الاول الكلاوي شوية وتاني حاجة بضفة بتكون القلب خليها تقليبتا خليها تكليبت تطلع الوقت خليها تصبح ايه احلى اضيف بقى دلوقتي السجوء. الكبدة اخر حاجة خالص. اخر حاجة من دفع الكبدة. السجوء اشغالة هو الكلوية على جنب. اضيف بقى جنبهم البصل. ماصلت انتو غيرين جوليان بس مش كتير. بصوا السجوء كده استوى بنسبة حوالي مسلا سبعين في المية. اواسفع بقى كده واضيف الكبدة. لان لسه كل ده بيكمل سواه وهي الكبدة عن ناس. اضيف بقى الكبدة اخر حاجة من دفعها لان الكبدة مبتاخدش سوا خالص. بص عليها كده شوية بتاخد فرصتها برضو. شايفين مفيش اي حاجة من اللي حطناها نزلت مية. اي حاجة بتنزل بتتسجم على طول. لو نزلت مية كده مش هتبقى حلوة يعني تحسوا ان انتو بتاكلوا حاجة مسلوقة. فاكيد الطعم مش هيبقى حلو خالص. غير كده حاسيني ان انتو بتاكلوا حاجة كده متشوحة متحمرة طعمها حلو. يعني مش شكلها حلو بس. لا شكلها حلو. بصو بقى اللي بقى كده كله على بعضه. كده كله يستوي بقى كده من مع بعضه واخد من طعمه بعضه. في المرحلة دي بقى اضيف التوابل كلها. حابة تحطي فشة حطي. حابة تحطي زور حطي. يعني شوفي اللي بيحبوه عندك و بيأكلوه حطي. دي بقى ملهاش كواعد خطي. اللي نفسك فيه حطيه. بس انا عملت اللي بيحبوه هنا يعني و بيأكلوه. خلص كده كل حاجة استوت معي و اشوحت. بقى اضاي العسل. اضيف بقى دلوقتي التوم. التوم بنجيبه في الاخر خالص. عشان عايزة يعني نكهده ورحته من عنيشة كده بقى في الاخر خالص. واضيف برضو الخلف. عصير اللمون قوضي والخلف. واضيف بقى في الاخر خالص. الفلفل ياخد له بس يا دبك تقليب تاني. والمنبور بقى كده نرسه حواليها. مش هتاكلوا عند بحة تاني ابدا ابدا. تغوية تاني. تغوية تاني. اشتركوا في القناة